بحجم سكان القارة الأوروبية كاملة أصبح عدد مستخدمي الانترنت في الصين ببلوغها عتبت 780 مليون مستخدم مع نهاية العام الماضي الأرقام كشفت أن العدد زاد بنسبة 6% في عام واحد كما بيّنت أن أكثر من نصف الشعب الصيني يستخدمون أجهزتهم المحمولة للولوج إلى فضاء الانترنت من الأرقام يتضح تسارع نمو هذا السوق الذي يحصي أكثر من 90 شركة تنشط في هذا المجال ويصل حجم نشاطها إلى 780 مليار دولار لكن هذا السوق الضخم يبقى بعيدا عن أكبر منصات التواصل عالميا في مقابل سيطرة مواقع تواصل محلية مثل ويتشات الذي يستعمله 80% من مستخدمي الانترنت في البلاد لا علاقة لهذا الغياب بالمنافسة السبب يعود إلى غلق بيجين أبوابها أمام أضخم منصات التواصل وشركات التقنية مثل فيسبوك وجوجل قائلة إن هذه الشركات لا تحترم قوانين البلاد وعاداتها طفرة الانترنت في الصين يقابلها تزايد الانتقادات الموجهة إليها بخصوص وضع قيود على حرية التعبير على الانترنت مع مخاوف من تجديد الرقابة الصارمة على هذا المجال الانتقادات في توسع لا سيما مع إقرار البلاد لقانون يوصف بجدار الصين الإلكتروني إذ يفرض على الشركات التحقق من مستخدمي الانترنت ويمنع الدخول إلى هذا الفضاء دون تعرف بالهوية مع ذلك فشركات مثل فيسبوك لم تيأس من المحاولة لدخول أكبر أسواق الانترنت في العالم ولو ببعض التنازلات